السلام عليكم أحبائي في هذا الفيديو سنستعرض ما تبقى من الـ Updates خاصة 2023 يعتبر جدا مهم التحديث الخاص في الـ Compress Scene File on Save الضعف في وقت الحفظ يعني أسرع مرتين عند حفظ الملفات كيف نفاعل هذا الأمر؟ داخل البرنامج 3D Max داخل البرنامج Max نقوم بـ Customize Preferences نقوم بـ Files ونقوم بعمل ونقوم بعمل مختلفة توجد مختلفة ونقوم بعمل مختلفة يعني عند الحفظ تغطي البرنامج ونقوم بعمل مختلفة ونقوم بعمل مختلفة ونقوم بعمل مختلفة عن تفعيل هذه الأمرين سيكون الأسرع على الأقل في الماكس السابق ومعلومة أخرى بشأن من الحفظ هو Auto Back ونقوم بعمل مفاعل هو حفظ الملفات بوقت معين بدون علمك نوع من Auto Backup في حالة سمح الله انت لا تقوم بعمل محفوظ وعدد النسخ اللي هي Backup Files انت بتحدده وكيف وقت بين ال Backup وال Backup انت بتحدده بصدقا كنا نعاني سابقا انه بيكون الاسم اللي هون هو Backup Files بعمل يعني كل الفايلات ستكون بنفس الاسم فبعمل المشاكل عشان هيك حلوها بشكل جدري بهذا option Prepent Scene Name انه حاول انك ما تسايفه بالاسم هذا اذا لم يفاعل الكبسة سيستخدمه بالاسم هذا لكن اذا لم يفاعل الكبسة سينتقل الاسم الفايل ماذا عن اسم الفايل عندك او Project سيحاول يعطيك نسخ Auto Backup بنفس اسم الفايل اللي انت تشغل فيه فبالحالة هاي مستحل سيكون لدينا Overlaping بالSave من ضمن ال Update ايضا انه صار في عنا ايكون خاص بهذا الموضوع اللي هو Auto Backup لو عملنا انه الوقت بين الحفظ والحفظ الدقيقة مثلا وعطينا عدد باكب عشرة وعطينا اوكي مثلا المنطقة اللي هون تحتوي على شريط جديد خاص بـ 2023 عليش بحتوي بداية انه ال Auto Backup مفاعل فاذا لغيت الكبسة اللي هون ال Auto Backup تم اقفال وهاي بصراحة خطيرة نوعا ما فممكن بالخطأ تكبسها بدون قصد يبطل يعني ال Auto Backup فدائما ننتبه انها ضاوية باستمرار من اجل حفظ ال Auto Backup لو عملنا استلكت عليها وارحنا على Customize Preferences سنلاحظ انه Auto Backup من Files صار Off ننتبه فلما تكون مكبوسة هاي سيكون هون عندنا On فننتبهنا دائما تكون مكبوسة فانشاغلها سابقا كان الوقت اللي هياخذ الماكس في الحفظ هو مالو علاقة بشي ابدا الان صار Smart اكثر كيف يعني الان عندي بوكس رسمت اي قطعة مثلا بوكس ما في عداد اي سوري اشتغل العداد سوري اشتغل العداد ممكن الان حيوخذ الدقيقة اللي انحطت اخر شي وبعدها حيسيف حبيت اني عمله Restart احكي له ما تسيف done click الان حيسيف لمدة دقيقة حيسيف بعد دقيقة وبعدها حيثبت بس اسيئة وقف الفيديو شوي لا يخلص وبعدها نشوف الان حنلاحظ انه حيسيف بعد ما يصفر العداد نسخة Auto Back done هيك يعني اعمل صح انها done وصيب لها بنفس الاسم اللي عنده لاحظوا الان اذا بحرك القطع وبعمل زوم بحرك المشهد كامل بعمل زوم بدون ما اغير مكان الوبجيكت او امسكه فعليا وعمل عليه تعديل سيظل Auto Back عمل فريز لا يوجد Auto Back سيظل امسكه وانا تتحرك او حتى عملت اي ادت عليه مثل هذا سيبدأ العداد يشتغل معك اي تعديل اعمل كمان امسكه لا يوجد او فهذا يعتبر سمارتنس انه لا يوجد حفظ لمشهد انت ترك الجهاز وطالع عندك مشوار انسيته سابقا كان يحفظ Auto Back مدام الشغل الماكس يحفظ Auto Back فايلز فاضيين لان ما في هذا الشيء لما تحرك قطعة سيبدأ عمل لك Auto Back او يبدأ العداد يشتغل على Auto Back فهذه النقطة كثير كثير مهمة نرجع مكانه ونعمل File Restart او Reset وايضا احباي من الاشياء المهمة هي اضافة extension خاص بملفات GLTF اللي عندنا قدرة نرفعها على الويب سايت ونعملها ونعملها ونشييرها ونشاركها مع احد احد اخر كيف نعمل File ونرفع بالطريقة على هذا الموقع تابعوني والان احنا في الماكس ممكن من خلال كيف نعمل كيف نعمل كيف نعمل هذه اضافة خاصة بـ 23 لكن هناك مشكلة صغيرة انه محتاج ماتيريال تكون بهذه الطريقة ماتيريال تكون تدعم هذا التحديث فجماعة أوتو ديسك اعطوا هذا الشيء وصار في لدينا ماتيريال من جنرال اسمها ماتيريال خاصة جيل تي اف هذه ماتيريال خاصة بس للويب سايتس كيف حول هذه الماتيريال فنفعله المترجم نعمل المترجم نعمل او المترجم نعمل فهنا الجسر الى عام التحويل معدن نحو الى الخلف وهو الحاجة إلى العملية هي التحويل الى المعدن وعندما نضيفها على المعدن مثلا بالمعدن وسيخويل التحويل المعدن فتحول المعدن ممتاز ممتاز. شفت و أسحب النقطة وهي الماب. طبعا الخاصة في المام ما عندي بامب هون. عندي نورمال ماب وما عندي اوشن يدعمها لحد الآن. لقد أعتقد أنه سينزلوا أشياء يدعمها إن شاء الله. لكن مشكلة الفيري بالذات أن الصورة الخاصة فيه هي اكستنج تبعها تي اكس. لا يمكن قراءته في أي برنامج آخر. هؤلاء الجماعة الشاطرين يعني يعملوا شيء خاص فيهم. طب كيف أبعث هون مش هتطلع معي الصورة. في حل نعم في حل راتي كليك وعمل رندر للماب. رندر للماب نعم أسيبها بقياس أنا أختاره وحددها مكان وعطيها رندر. بحكي لي موجودة ياس ما في مشكلة عملها رندر لأنني نجرب تقبلها المرة. فالآن صار في عندي صورة. ممكن أختارها بدل الصورة الموجودة عندهم الخاصة بالفيري سأختار صورة اللي هي بتماب. وأختارها من هنا. وابعثها على بيس كيلر. بيس كيلر. ولاحظوا أنه فيها جلوسنس عالي جدا. وهو رفنس ما فيه جلوسنس رفنس. رفنس عكس جلوسنس. سأعطين مثلا بوينت فايف. سأعطين اشي هكذا. بلير او قريب من المط. ودراج وابعثها على ماتيريال تو. هؤلاء الثانتين سيكونوا رايحين للأوبجيكت اللي عندي هون. زي. زون. ودراج على الابجيكت كامل. أخذ الآن ماتيريال. سأختار فايل. وعطي اكسبورت. ريل تايم اكسبورتر. وسأحدد له مكانه بالضبط. سأختار ماتيريال. إذا كان الماتيريال اللي عندك هي عبارة عن ماتيريال عادية. يعني فيزيكال ماتيريال. ممكن تعمل بيكت. يحول لك مباشرة. لكن المنظم شغلنا إما يكون كورونا ماتيريال أو فييري ماتيريال. في الحالة هاي لازم انت تحولها. وممكن تختار الوريجينال. الآن الوريجينال اللي عليها هي عبارة عن. الجيل تي اف. ماتيريال. خاصة فيها. أعطي الآن اكسبورت. موجود عندي. موقع يقرأ هذا الشيء. والآن شغلت لكم هذا الموقع بابالون. وهو ساند بوكس. طبعاً هو عبارة عن فيور. أو ريدر للملفات اللي لدينا. فممكن نعمله. بس أسحب دراغ القطعة. بس أعملها دراغ هون. ثم ستكون جاهزة. الآن هي ثري دي. وعنده خاصة. ممكن تختارها تكون. ستديو. أو تكون ديفولت. جداً جميلة. ممكن أعرض شغلي. أو أرسل شغلي لأي عميل. بهذا الاكستينشيل. ممكن يقرأه. لكن صدقاً. الآن هذا التحديث. سيكون فيه أفضل. وأحسن. ويكون عندي القدرة أخذ اللينك إليه. بحيث أني أبعثه. كويب. ثري دي ويب ديزاين. الآن أحبائي بالنسبة لثري دي ماكس. أنا كنت سابقاً أعتقد أن كل النسخة الفردية. اللي بتيجي 21. 19. 23. كنت أتوقع أنها نوعاً ما مش بيرفكت. الزوجي أفضل. لكن هذا الوحيد. 23. اللي عندي قناعة تامة فيه. كثير مميز. كثير سريع. وكثير فيه أبديت. عن جد أبديت. خرافي. بكل أمان. أتمنى أنكم تحصلوا على هذه النسخة. 23. ونشوفوا الأبديت اللي فيها. وإن شاء الله بوعدكم. دائماً وأبداً. بكل ما هو جديد. وصدقاً رجاء الحار إذا فيه مجال بس نشير هذه الفيديوهات. لأنه فيها أجر وثواب إن شاء الله. وحتكونوا إن شاء الله شركاء في الأجر والثواب. في حال شيرتها هذه الفيديوهات. خليها العالم تستفيد من معلومات. تطور معلوماتها. يعني بقدر معلومتنا المتواضعة. فإن شاء الله أنه في صحيفة أعمالكم. ونشوفكم إن شاء الله في ويديوهات قادمة. السلام عليكم جميعاً.